صباحات فل يا جماعة حاول بتسهم الفيديو بس مش قادر بصراحة فاضل اسبوعين على المطر بس جالي طلب كتير بعد الفيديوهات التانية الناس عايزة فيديو لتدويرة الكتف او تمرين كتف ازايت عشان انا كتف من عندي الحاجات اللي بارزة عن العضرات التانية والناس بتسأل ازاي عملت او ازاي دوارت كتفك بالطريقة دي فالنهاردة هعمل فيديو عن الموضوع ده اول الكتف متكون من ثلاث عبرات امامي جانبي وخلفي واللي بيبص على الفيديو لا انا مش بضرب اي حاجة في كتافي عشان الناس بتقولي انت بتضرب سنتول وكل الكلام ده ده مش حقيق اي شكل كتفي بيبقى عامل كده يعني مش دي حاجة وراسية يعني العضلة الجانبية بتبدي عرض العضلة الامامية بتبدي الهيبة لما الواحد بيبشي قدامك حجم بتاع الكتف كله بيجي من الامامي التدويرة نفسها بتيجي من العضلة الخلف فهنا هنعمل طريقة التمرين ده بالشكل ده هنبتدي الاول حاجة بالعرض عاوزين نعرض الكتف من بعد العرض همدورها في تمرين خلفي وبعدين هنرملها شوية حجم للامامي حب اعمل لكم فيديو تاني في المستقبل ان ازاي واحد يرمي حجم على الكتف كعضلة كاملة بس الفيديو بتاع النهاردة هيبقى ازاي ندور الكتف لان انا قريب من المتش فزاي ما تقول ايه ده التمرين ده بينفع بالزيد برده للدفينيشن فتعالا نعمل اول تمرينة للكتف الجانبي عاوزين تعرض الكتف باسك 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 اول تمرينة لاخر الريزيز بالكتف انرة لكم موسيقى هذا التمرين سنقوم بعمل كل تمرينة ثلاثة مجانية ولكن سنصور مجموعة واحدة من كل تمرينة لأن هناك ست تمرين مختلفة اثنين لكل عضل سنصور مجموعة واحدة كل تمرينة وهذه أول تمرينة اسمها والله كدرب والتحسس بي انت تعبان دلوقت مش قادر ما اللي بيخليك تكمل ان في لعيبة تانية مركزين معايا وانعارف انهم مركزين معايا وعارفين الداخلين نفس الموتش فالفكرة ان انا عارف ان هما بيقولوا لا ده دره هيفضل مكمل ومش هيتعب ومش هيعمل في الدايت بتاعه فهي يعني نفس الحاجة ان كل ان انا عارف ان اللعيبة التانية بحطوا الشغل فانا اما اعمل زيهم واكتر اما مخش شخصا اه وحلو طبعا ما بين اللعيبة لان كل واحد بيسخر التاني بالذات لما واحد من اللعيبة يرمي لك سورة هنا او يرمي لك سورة هنا وساعد بنعمل برضو ايه عركات خبيصة بنحط صور قديمة خباسة اه والله في واحد من اللعيبة لسه كاسبهم من ال كان خط تالت في الماتش اللي فات وليت وحطت على الانستجرام صورة الصورة بتاعته من سنة وبيقول ناقص ثلاثة عسابيع دي صورة من السنة اللي فاتت وانا عارف روحت باعتلي مسجل تلو والله العظيم باعتلي مسجل تلو يعني انت فاكر يعني لما شوف الصورة دي هريح انا في البيت ده انا كده كده كذبه بقى مش محتاجة اروح التمرين روح تقول له ايه مفيش حاجة هتنقذك هتخسر تاني بقى يا عصر الكتف الخلفي الجهاز ده عادتها مش موجود في الشمات فموكن تعملك بالتنابل رفرفة بزل الكتف الخلفي لانا اقول تقعد على كورسي بتبقى عامل كده بتجيب الدمبل كده او بالانجليزي اسمها بنت اوفر في الحالة دي بنت اوفر فالدي اللي انا كنت بقول لك عليها من واحدة من الخمرين اللي الكتاف الخلفي اللي بتدي التدويرة بتاعت الكتف لانا ما تنساش الكتف عضرة مدورة فانت عايز تديلها اللي بتدويرها الثري دي افكت اللي الناس بتدوير عليه فلازم تضرب كل عضلة قد التانية ما يفعش واحد مثلا تركز على الكتف الامامي وما تهتمش بالكتف الخلفي لانا الكتف مش هايباليد تدوير اللي انت بتدوير عليه موسيقى 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 ثلاث تمارينة تقلع الكتف الامامي لسه مش بنعمل اي ترس تمارين والترسز هي اكتر تمارين بترمي حجم في الكتف بس انا قلتلكوا الفيديو ده عايزين نضوع الكتف نفسه فالتمرين ده اللي قام بكتف الامامي وانا شايف برأي من افضل تمارين اللي تدي تدوير الكتف برضو من الامامي دي اسمها فرانت ايزي بار البار بيبقى عامد كده بيبقى اسمه ايزي ففرانت ايزي بار ريزز ممكن برضو تعملها بالبار الحر او بالبار الستريت بتبقى فرانت بار ريزز قردل هيا! اشتركوا في القناة اوه وزني مجدين وخمسة لازم انزل تحت المية 8-9 8-10 عندي المدرب بتاعي انا عندي مدرب طبعا كل واحد مدرب على الغرب يعني لو مستر اولمبيا نفسه عنده الكوتش بتاعه كده انا هيبقى عندي الكوتش بتاعي رحضتنا على كاربوهايدريت واطي قوي ومعلين الكارديو احسن طريقة على فكرة تخص بيها دهون الكارديو على معدة فاضية حتلك عجلة في البيت مستعملة او طبعا انت عارف اذا ما بتصحم انهم بتخش على الفيسبوك بيضعوض لك على قل ساعة اعملها على الكارب بتين نفسك بتخص بعدين شهوتك للاكل بتفتح فبتاكل احسن بتاكل اكتر وجهاز الحضمي بتاعك والميتابوليزم بيزيد عندك لما بتعمل كارديو الصبح واحسن طريقة ان انت تخص بيها دهون مش هتخص عطف القرص لو بتاكل كويس بيكون كويس دي خامس تمرينة رجعنا تاني لا دي رابع تمرينة رابع تمرينة رجعنا تاني للكتف الجانبي بس ده واحنا قاعدين لان الموشن بتاعه بيبقى دفلن غير من اللي احنا كنا بنعمله في اول واحد وده بيبقى برده رفرة ممكن تعمله بالدمبلز وانت قاعد عالكرسي او بماكنة زي كده او بالماكنة لما دراعك بيبقى في درجة تسعين او بسبب او بسبب موسيقى لازم تعمل البروكسات وانا زي ما وقتلك في الفيديو اللي فات لازم تدمر الأرض لازم تدمرك موسيقى دي خامس تمرينة الجانة تاني للكتف الخلفي التمرينة الأولية بتاع الكتف الخلفي اللي رفرفة هتدي تدويرها أكتر دي بتعرضها الوراء بيتكبرها بس من وراء بتدي فيكنس بيها ده طبعا برضو بيساعد على الهدف اللي احنا من حولنا حقه أو من الدمرينة فهنا انت ممكن في التمرين ده تزوج الوزن وتخشها أكتر حاجة تقدر تعملها وزي ما بقول في كل تمرين دمار موسيقى باسق موسيقى موسيقى في الجوز تمرين الواحدة بصلنا اخر تمرينة الكتف اللي هي عادة انا اللي بعمل التمرين ده بحب اعمله بالبار او زيان حرة بس انتم تعلمين انا خلاص فامي خلاص quintس بتاعي في الطاقة عندي ولايالة شوية بس اه زي ما قولت لكم هنعمل ان شاء الله فيديو بعض البطولة بتاعتي الكتف بس ازاي بقى ترمي حجم جامد فده التمرين للكتف الامامي وده بيرمي مركز اكتر انه هو يدي شوية زيادة حجم للكتف كله عملاً موسيقى نعمل العدس ونطلع بالوزن بادر بالغدير دي حاجة تغيير كنت تدربها موسيقى طبعا جمعا فزومي كايف تتوقن نهاردة اما دوك التنبير لن تطرطواه مني جريت تقدروا التعب. نعملوا سبسكرايب للقناة. شايروا الفيديو. كلها يعني ببلاش يعني ما حدش بيتها الحاجة يعني. وبتتعلم حاجة وممكن تعلم صحابها حاجات مرد. فسبسكرايب. شير. لايك. كومنت. و نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. و هتوسو الشيء معه. و هتيجي تماره العضرة معينة. أكثر كلمة تخليها في بالك. دمرها.